بتأكيد وهو شريك في هذه التنمية فكرة بناء الإنسان المصري وستراتيجية بناء الإنسان المصري حتى تنجح هذه المشروعات كيف رأيت هذا الشق تحديدا؟ يمكن هذه الجمهورية الجديدة التي نتحدث عنها دوما هدفها النهائي هو بناء الإنسان المصري ومن ثم في سيناء كما هو الحال فيه كافة ربوع الدولة المصرية كل ما يحدث من تنمية داخلية كل ما يحدث من بنية تحتية كل ما يحدث من تطوير في مؤسسات الدولة هو في النهاية بيصب في فكرة بناء الإنسان المصري تعليميا وصحيا وثقافيا وحضريا وحتى على سعيد تقديم الخدمات وكل الأمور وبالتالي في سيناء أيضا وهذه أيضا عبقرية التجربة المصرية إنها أيضا تشكل مفاهيم بناء الإنسان وفق الطبيعة الديمغرافية لكل النطاة الخاصة بها عشان كده ننشوف مثلا التنمية العمرانية في سيناء وإنشاء التجمعات السكنية في سيناء ذهبت الدولة لإنشاء هذه التجمعات السكنية بما يتوافق وطبيعة الحياة السينوية فرأينا منازل على طبيعة المتطلبات لهذا الإرث المصري التاريخي المتميز للغاية سواء فيما يتعلق بطبيعة المعيشة بعض الحظائر للدواب الطبيعة الزراعية غيرها من الأمور وحتى رعية فيها التقاليد وبعض العادات لأهلنا في سيناء هذا بالتأكيد يؤكد أن الدولة حتى وهي تذهب لفكرة بناء الإنسان هي تذهب لبناء الإنسان وفق متطلباته وفق ما يلبي احتياجاته وهذه نقطة بلغة الأهمية أيضا توفير الخدمات الصحية والتعليمية نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من مشروعات التعليم والصحة داخل سيناء ويمكن منذ وقت مبكر ورأينا القوات المسلحة المصرية حتى تدشن عدد من المدارس في عدد من نطقات سيناء سواء على الصعيد الشمالي لسيناء أو النطق الجنوبي رأينا عدد كبير من المدارس رأينا عدد كبير من مراكز الشباب رأينا عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفات إذن أيضا ركائز التعليم والصحة أحد أهم ركائز بناء الإنسان في سيناء بجانب المجتمعات العمرانية والتنموية الركيز الأخرى في بناء الإنسان داخل سيناء ما يتعلق بتعظيم أيضا العنصر الأهم واللي دائما السيد الرئيس بيتكلم عنه وهو المورد البشر يعني دولة مصرية ويمكن في الحقيقة هو ده سبب الانتصارات في كل المعارك يعني العنصر البشري يعني التطور في التسليح التطور في الإمكانيات والقدرات التكنولوجية التطور في القدرات اللوجستية يعني كل تطورات مهمة لو لا العقيدة الرسخة والوطنية المصرية ما كان النصر في يوم من الأيام سواء في السابق أو الحالي يعني أنا آسف في مجرد ما قطع كلام حضرتك ولكن بالفعل التطور العقيدة الوطنية المصرية لدى المواطن المصري هي مفتاح النصر في المعارك السابقة وفي المعارك الحالية وبالتالي أيضا تعظيم هذا المورد البشري طوال الوقت أمر مهم للغاية لهذا بنجد الآن حتى حديث من الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص من الشركات في سيناء في مشروعات التنمية والإعمار والمشروعات القومية في أراضي سيناء إذن إتاحة أيضا مجالات التنمية لأهالي سيناء الانخراط في هذا العمل التنموي وده دليل إن أهالي سيناء دائما شركاء في الحفاظ على سيناء سواء فيما يتعلق بالمعارك القديمة ومؤذرة الجيش المصري العظيم في حربه لإسترداد الوطن أو الآن أيضا في مؤذرة الجيش وكافة مؤسسات الدولة المصرية في تعمير والحفاظ على سيناء وفي الوسط طبعا مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور وبالتالي أيضا المورد البشري العنصر البشري هو كلمة السر والنجاح سواء في تحرير سيناء أو حتى في تعمير سيناء الآن نعم